السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انيس رحماني وهشام عبود بالاضافة الى المداخلات بالاسدراح حول هشام عبود ورأيت من انه على جل فقط على جل باش نساهم في التوعية بعض الاخوة الشباب اللي ما همش فاهمين هذا النوعية السراع والتوقيت انتاحا الى غير ذلك ورح نتحدث بموضوعية يعني ما رانيش رايح قال مثلا ندافع الى واحد ضد واحد اخر رح نتحدث بموضوعية القضية اسمه انيس رحماني وهشام عبود كانت هي قبل ما تطرح القضية هذه انتاع بن سديره وهشام عبود انا شخصيا نعرفه قبل ما نعرف هذا بن سديره وهشام عبود كنت في الجزائر كنت انتابع هكذا مرة على مرة كان اول مرة هكذا سمعت بالاسم انتاعه يعني كان حول القضية ذي كنت بتشين وفيما بعد لما خرجت لهنا الفرنسا التقيت به في اول مرة التقيت به عن طريق صدفة في المحاكمة تاع حبيب سويدية مع خلط نزار وللامانة لما التقيت به ثم شفت بعض التعليقات هكذا في اليوتيوب والفيسبوك هكذا بعض الاخوة هكذا يتكلموا على الصورة هذي كلمة نشورة نتاع نزار للامانة قلت لكم نتكلم بموضوعية وما عندي حتى كما يقولوا لا ناقة ولا جمل في الموضوع لكن فقط على جل باش ننور الناس للامانة هشام عبود لما كان يتكلم مع نزار انا كنت موجود ثمة يعني ليش قالوا لي كنت موجود ثمة وتكلمت معها انا شخصي كان هو ربما في الوقت ذاك ما يعرفنيش وفيما بعد المهم بعد ما فتحت المنتدى انتع بلا حدود اجريت معه حوار ويعني اتحدثت معه عدة مرات وفيما بعد قطعت الاتصال معه وراني حكيت الموضوع هذا راه موجود في الموقع انتاعي في اليوتيوب يعني يمكن لأي واحد من الاخوة هكذا هو انه يعود يراجع التسجيلات راني تحدثت على القضية هذه انتاع قطع الاتصال به وهذه المسألة انتاع الجمعية كنا تحدثنا عليها وهذا في الفين وثمانية نشيه ذرك الان في الفين وسبعتاش يقدر اي واحد يعود يراجع ذرك هذا واسمه انيس رحماني ذوق نجيل نراجع الكلام حوله شامع بوده هذا انيس رحماني هو راه وحكال اروحه يعني في تسجيلات راه موجودة في الموقع انتاع اليوتيوب يمكن لأي انسان باحث عن الحقيقة يسمع كلامه واش قاله هو واش كان يقول لما كانت الناس تتحدث على الجهاز على المخابرات وتتحدث على العمارية وتتحدث على اسماعين وتتحدث على النظار وتتحدث على كذا واش كان هو يقول واش قاله هو على بالحاج الشي اللي قاله يعلم بيها ربي كان دير عليه حملة وذرك ههو بنفسه الان راهو صار يقول باللي اه جنرال توفيق كان يخوف الناس وجنرال توفيق كان يدير في الملفات تعلب تزاز للناس وجنرال توفيق كان يدير ويدير 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 وراهو ذرك راهو بلسانه هاو التسجيلات راهه موجودة يستطيع اي واحد يبحث عليها ويلقها تحدث على بوتفليقة قل لك باللي قراصة بوتفليقة هو اللي دار ولا كان واسمه ربي من فوق وبوتفليقة ملتحت مع انه جنرال واسمه توفيق هو اللي جاء بوتفليقة ذوق الكلام اللي راه وقاله هو ذوق يشمع بوت حاول هذا ان يصرح ماني كان كلام اللي هو موضوعي كان كلامه ما نقدرش نتحدث فيه باش ندوق نقول انا واحد هكذا ولد حركي لو كان ما تكونش عندي هكذا معلومات ومتيقن منها ما نقدرش نقولها ما نقدرش نخذ انا في هذة المسألة ليس خوفا من انيس رحماني ولا خوفا من القضاء ولا خوفا من اي واحد فوق هذا الارض خوفا من ربي ما نقدرش انا نتكلم حاجة وانا ما نيش متيقن منها اما القضية انتاع انه كيفاش اطلع انيس رحماني فيه هو فيه خلال هذه عشر سنين هذا كلام موضوعي قالوا هجم عبود يعني تسمى التساؤل انتاعه تساؤل مشروع هو انه يقول هذا الشخص هذا كيفاش اطلع هو فيه فيه خلال عشر سنين يعني اشه هو بقناة فضائية هذا ارى مجرى صحفي كان يخدمكم تعرفوا باللي شحال واحد يخدم فيه صحيف خدمه هو قدم خدم عامر مداني ها او في الخليج ها مدرش قناة فضائية اروح الاجل باش يخدم فيه قناة الخبر هذيك واسمو ومبعد ما تفهم شو وياهم وراح وكثير من الصحفيين رحم كلهم مجرد خدمين خدمه هو قدم خدمة خد خدمة خديجة بن قناع هاي فيه قطر وصحفيين كبار رحم موجودين يخدموا في الخارج خدموا وقت ما خدم حسن زيتون خدموا في البي بي سي وخدموا في الام بي سي وخدموا في حتى باش هو خدم فيه تزاير كنتعرفوش حال واحد شهار فيه تزاير يديس جملين ولا الثملين في الوقت هذك هو يبنيك يدير قناة فضائية تعرفوش هي او لا قناة فضائية ذوك هذكين قنوات اللي رحم ذركو ما رحم يدفعو يعني للأقل واحد لميات الف اورو في الشهر بين الموظفين وبين هذو كل بتاع القمر الصناعي خلي من الوسائل هذك المختلفة اللي رحم تخدم هو رحم ذرك رحم عنده جيش تاع الصحفيين اللي را هو يسلك شي هم وصحيفة ناس دي ميلياردار انه نحكي لكم غر قصة برك وهذي اشتهانا شخصيا مش يقالولي والله وفيما بعد يمكنكم هو انه تقيسوا في سنة تسعة وتسعين لما درنا الوسم الحركة انتها الوفاء لعدل معاها وسمه مع احمد طلب الابراهيمي طرحت مسألة انتها انشاء صحيفة يعني هذا احمد طلب الابراهيمي وزير خارجية مش انسان قال وسمه راه موظف وزير خارجية في الوقت هذك ومعه محمد سعيد اللي فيما بعد صار وزير الاعلام محمد سعيد كانوا من الصحفيين اللقدم في التليفزيون وفيه صحفيين اخرين ومع ذلك لما يعني كان فيه حدث حول انشاء صحيفة يعني تحدثنا احنا ثم في الموضوع حق ذا اختاره لجل باش اذا كان ديروا صحيفة تكون فيها وسمه مساهمة من كل ولايات صحيفة طرح انت تتحل صحيفة ما عرفوا الان في هذا الوقت هذا اراها الناس تعتبر بالملاير اصاحبي بالملاير ناسي عندها عشرين سنة وثاثين سنة تخدم في فرنسا وفلوسهم وكذا واحد اللي راه هو اي شهار وراه وخدم مين هيكش عنده عائلة وراه وفوياجي وراه وكذا سيد يلا طف عشا بس كوكين جهارة وراه هي اللي تتحرك فيه ذرك هو من حقه على جل باش يرفع دعوة قضائية ضد هشام عبود والله اي انسان واحد راه وقال مثلا هو يعتبره باللي راه وقال قذفه القذف يعني انسان يتهم واحد بشيه هو راه وكاذب ما عندهش ادلة عليه وهذه راهها موجودة انا شخصيا كثير من الناس تحتو فيها ولكن ما عنديش الوقت نعلج لباش نتابعهم والله نحوس عليهم والله ما علي بليش وكثير من الناس راه هم يتحتو في هذا المسائل هذا انتع القذف هو انه يتهمك واحد يتهمك بالارهاب واحد يتهمك باللي ابن الزيناء واحد يتهمك باللي راك تخدم في المخابرات هذا كله قذف قذف لانه يكذب يكذب وما عنده حتى دليل ذرك هذا انس رحماني لما هو رفع دعوة قضائية ضد هشام عبود من حقه على جل بشير رفع دعوة قضائية لانه راه وتحدث عليه لكن هشام او اسمه انس رحماني مش غر هو تحدثه ثاني ايضا على هشام عبود وهذا المسألة ذرك راهها في القضاء فقط هو انه نطرح بعض التساؤلات بطبيعة الحال كل واحد منكم هو انه يخدم عقله يعني تخيلوا هو انه تبرمج هذا المسألة يوم ثلاثة جويلية تعرفوش هي ثلاثة جويلية اسعلوا التاريخ هذه في فرنسا في نفس هذا التاريخ نفس هذا التاريخ كنت انا حاضر تعرفوش هي ثلاثة جويلية في المحكم انتع باريز اللي هو نفس التاريخ اللي تحاكم فيه حبيب سويدية مع نظار يعني ياهل تارا هي صدفة ياهل تارا هي مبرمجة برمجها انيس رحماني لا ولكن هو اعطى الفرصة على جل باش يحاكم هيشام عبد في هذا التاريخ كما اعطاها نظار لفرنسا اللي حاكمت حبيب سويدية وكان الموضوع حول جزائر يعني المرة اللي فتت نظار سويدية والمره هذي انيس رحماني وهيشام عبد في نفس التاريخ انيس رحماني مع الاسف شديد اخذى مواقف مخزية خلال السينة ولم يكن منحاز للمظلومين هو يدعي من انه راه هو وطني كأنه الناس الاخرين خوانة وكأنه الناس الاخرين مرتزقة لكن راه يجي الوقت انيس راه يجي الوقت وراه يتغير الحكم هذا والتاريخ راه يكتب عليك انت الان ذو كراك مع المنتصر راه كراك مع الناس اللي راه مدرك في البوفور لكن راه الدور راه الدور ضائرة ما تعرف حتى كذا كان في وقت من الاوقات في الخليج وهو الان دورك عشاء يحكم بحكامه في الجزائر والدور ضائرة الدور ضائرة راه الخوميني ماعرف كداش من عامه هو لاجئ وعشاء في ايران يحكم بحكامه وبوضياف قبل ما يغتالوه كان لاجئ في المغرب وكثير من الشخصيات راه الدور دور الآن نجيل قضية تاع بن سديرا وهيشام عبود قضية تاع بن سديرا وهيشام عبود كنت تحدثت في المرة اللي فاتت تحاول الكلام هذك اللي قالوا بن سديرا وهذا الشوشرة هذي اللي نظت بينه وبين هذك المدعو أمير ديزاد هذك اللي تحدث في بعض القضايا من هاللي تتعلق بالشرف وكنت قلت لكم انا في تسجيل تاعي من أنه أنا شخصيا ضد الخوض في الأعراض هذا مبدأ نمشي فيه كان هذا بن سديرا في وقت سابق كان يقول باللي أنا نعارض معارضان تاع البرامج ومعارضان تاع الأفكار ومعارضان تاع السياسات وانا ما ننزلش لهذاك المستوى ونخوض في الأعراض وكذا وكذا شفتوه فيما بعد المستوى اللي صار يتحدث به صار فيما بعد للأسف شديد هو أنه يتحدث في كلام سوقي ذرك الكلام اللي راه قاله هو حول هشم عبود هل ترى هو راه يتعلق بالقضية هذي اللي هو جبدها هذي انت عمير ديزاد لا أعتقد لا أعتقد ونعطيكم بعض الأشياء لو كان جاءت هذا القضية انتع سعيد بن سديرا وهذا المدعو أمير ديزاد وهذا هشم عبود لو كان جاءت قضية شخصية والله ما نتكلم ولله ما نتكلم لكن المسألة ما هي الشخصية الخطر لو كان جاءت القضية شخصية أولا هشم عبود ما تتكلمش على هذا بن سديرا في التسجيلات ما سماهش قال مثل راه واحد سماه قال هذا سعيد بن سديرا وكذا ما سماهش هشم عبود أنا شفت بعض التسجيلات ويتحدث في هذا الكلام وإن كنت أنا شخصيا أرفضه هذا أنه إنسان هكذا يقول باللي راه وزعم منظيف وراه وكذا وراه وكذا في نفس الوقت يطلق في ألقاب على الناس هكذا نتاع الجرذان كلاه موش نتاعه واحد يعني في مستواه هتروح وزعمه شغل الفوق يتكلم في هذا الكلام لكن مع ذلك هو ما سماهش هذا سعيد بن سديرا ولا تحدث عليه هو كان يقصد فيه واحد من خلال الكلام كان يقصد فيه واحد هذا الشخص هذا اللي كنت أنا أشير ليه بدون هو أن نسميه هو يستعمل في بعض القضايا داخل فيه تناقضات لها أول وليس لها أخر الهدف انتاعه هو التشكيك انتاع الناس في العقيدة انتاعها ويستطيع القضايا كل ما شاف قضية يستطيع ليها بهدف تشكيك الناس في العقيدة وكذا هذا هجم عبود شافوا لأنه كنتم نقول لكم أنا هذا الشخص هذا تبعوه قاعد يستعمل فيه شخصيات شخصيات مشاهير منها قال واسمه بن باديس قال البشير الإبراهيمي قال حافظ دراجي قال زيتوت شوف مشاهير شوف الناس هكذا يتبعهم الناس عندهم بعض الأنصار يتبعهم لكي يجبد ذرك هيشام عبود كان يتكلم عليه دون انه يسميه لأنه استعمل الاسم انتاعه عدة مرات ومخلي عليه لو كان قادر يرفع به دعوة قضائية يقعدوا على قراءة هذا ما كان وأي إنسان أنا شخصيا لو كان كنت أحب نتابعه في قضية في القضاء نتابعه ونقعده على قراءة نظلت أنا راهوا الفوق مع الناس اللي راههم متحكمين في البلاد ومتحكمين في الخيرات تالي بلاد ومتحكمين في المؤسسات ومتحكمين في الرأي العام ومتحكمين في كده هذا إنسان راهو ينفس على روحه راهو كما يقولوا مشتاق مشتاق الكلام وإنسان محتاج العاطفة هاهو يتكلم خلي عليه يتكلم على روحه يفرج على روحه شوية وربما يفرج على بعض العنصريين اللي عندهم حقد على العرب وعندهم حقد على الإسلام وكذا أو يفرج عليهم الله يسهل عليها أنا شخصيا يعني أنا قادر ندري عليه تسجيلات والله العظيم قادر نمسح به الأرض ولكن ما عنديش الوقت على جلب باش نتكلم عليه وسموه الناس وحد اخرين كان هنا الناس اللي تكلموا علي ما علي بليش فيهم ما علي بليش فيهم كان هنا الناس اللي يسبوا ويقولوا ويحبوا ما علي بليش بهم لأنه أنا أراني ناظل من أجل المشروع لاتي بالمشروع ما عليش لاتي أنا باش نعلق على الناس خطر لو كان انت تقعد انت تعلق على الناس ما تقضي حتى حاجة تقعد انت تدير في ردود الأفعال هذه المسألة لو كان ما شفتش باللي ضرورة هو أنه نوضح بعض المسائل حتى باش ما يتمشي التدليس على الناس ما نتحدش عليها إذن ذرك هذه القضية نعود نرجع للموضوع هذه القضية نتاع اسمه بن سديرة ما هيش قضية شخصية خطر لو كان جاءت قضية شخصية هيش معبود ما هدرش عليه هو ذرك هيش معبود صح هدر على هذك أمير ديزاد وصح دفع عليه دفع عليه و لكن قبل قبل ما يهدر بن سديرة دفع عليه تكلم فيه شفتنا تسجيل تاعه و دفع عليه و كان هو يوجه فيها في رسائل للإعلاميين و كان يتحدث ذرك قال قاضية تاع هو أنه راه يستعمله هيش معبود يستعمله هو والله غيره مسألة واحد أخرى راكت دفع الأعراض دفع الأعراض تاع الناس و كانت دفع الأعراض راه مكيني الناس هذا الشخص بالذات هذا اللي كنت نحضر لكم عليه هذا راه يطعم في الأرض انت عائشة وين تباني الأرض انتعك يا ابن سديرة؟ وين يباني الأرض انتعك يا ابن سديرة؟ اللهم إلا إذا كنت تشوف يروح و بل نترك أشرف من الرسول الأرض انت عائشة أم المؤمنين تروح تابوني عنده و تروح تتبع فيها و تروح تكذع مسألة ما هيش قال ذوك مثلا قال ذوك إنسان ذا اللي راه يغضب على الأرض انتعه أعراض انتع المسلمين والمسلمات تهان في الجزائر و بارتو في المونت أعراض تاي مسلمين و مسلمات تحط في راحك انت زعمك كأنك انت ما هي دوله راه إنسان راه يدفع للشرف و الناس أخرين لا شرف لها ناس راه تصدقت بالأعراض تاها تصدقت بها مقابل هو أنه حط المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات صار هو أنك تقول لك أنا بلي الوطن هذا ما علي بليش به و من بعد لما جات في واحد القضية قال لك قضية و أنا من حبش نحكي هنا في قضية الأمنية و الجزائر فوق كل الاعتبار من بعد ولا قلب الشريط فالولا العرض انتعه و الشرف انتعه و كذا و كذا وش قال هذا فأنا مانيش اندفع عليه راه و قال لك هو سبك أرفع به دعوة قضائية راه أرفع به دعوة قضائية و قال هذا السيدة ذا راه اتهمني في العرض انتعه و كذا و إذا كنت راهك حبيت تدير تسجيل و من حقك من حقك على جل باش انت تدافع على العرض انتعك و تدافع على الشرف انتعك و ترد رد لائق لكن ما تحطش روحك انت مدافع على ناس لكن أنت هو نظار ما دهلوش راهو ذرك هو يهدر على نظار في المموع هذي وين هو راهو كين مشكل ذرك هو راهو تحدث صحافة تحدث القضية أنه راهو نظار رفعوا به دعوة قضائية ولا راهو تحدثوا عليه ولا راهو يتابعوا فيه في سويسرا وراهو يتابعوا فيه ذرك في أمريكا وكذا تخرج انتايا في هذا الوقت يا سعيد وتدفع على من وتدفع على نظار وتقول لي انتا بلاك تدفع على الشرف انتاك تحدثلك هشام عبود في الشرف تاعك ما تحدثكش أنا في بالي ما تحدثكش في الشرف انتاك هو راهو كان يوحي والله تسمى يومئ من خلال الكلام انتاكو لهذا الشخص اللي تكلمت عليك ما تكلمش عليك انتايا انتا ذك فيما بعد ارترب فعل وفيما بعد استعملت كما يقولوا النووي الكلام اللي راه قلتو انتا راه فيه ما هو صحيح فيه ما هو صحيح ولكن ما هو الهدف انتاك انتاك مش هو الهدف انتاك انتاك هاذو كنتارك حبيت ذك وسمه هذا راهو هشام عبود قلبي اللي راهو اسد وهي يا سيدين تارك رجعتو جرف هاي يا سيدين رجعتو قط ومن بعد خلاص برد قلبكو صار رجعتو قط وسمه وهذا هو انتا اللي كنت في وقت من الاوقات كنت تقول انتا يا خلونا من الصراعات وخلونا مع لبلش انا من كذا وانتا الدفع للشرف انا شخصيا تحدثت معايا في الموضوع وحدثتك على هاذك علي الزاوي في هاذ القضية انتاع ابن غير شرعي وشفت وش قال علي يا علي الزاوي راهو تسجيل منشور زي ما مسمعتوش وش طيح لي وش هدارة للوالدة انتاعي وهي ميتا وهددني بالقتل راهو موجودة ومع ذلك دافع علي علي الزاوي دافع اليه دافع علي علي الزاوي وباللي راهو من عائلة مجاهدة وباللي راهو وباللي راهو وباللي راهو مع انه انا شخص كان يقرى معاه في الابتدائي ويعرفه لما كانوا في بلوغين وقال لي باللي اراهو متبني ودفع علي انتا ومش غير هو يعني الناس اخرين درت انا تسجيلات ومعلم بلش به راهو عايش هو هكذا فهمت وراني هنا نقرأ بيننا بين السطر الكلام اللي قلتولي المرة اللي فاتت انت عن طريقة تسجيل هذاك ما سميتنيش بالاسم بسح على بالي وشك تهدر واشتقول لي بللي ما راكش تدفع النظام اراك تدفع النظام وانا مانيش ندفع عليه هشام عبود انا هشام عبود نهار كانت القضية انتاعي مع النصاب هذاك شهد معاه والله العظيم لما رحت للمحامية تفاجأت كي رحت للمحامية قلت لي بللي راهو بعث شهادة درها لهو بطريقة غير مباشرة بللي راهو السيد هذاك النصاب راهو اطلب على جلبه يخدم عنده وهو راهو بحث في الانترنت والقاب اللي راهو مكاتبين عليه ولذلك هو رفض وحب باشي اعطيها بطريقة غير مباشرة للمحكمة بللي هذي السيد راهو تسبب له في الخبزة نتاعو والله العظيم كنت عندي يقين بللي راهو رايح يجي النهار اللي يدفع الثمن تحدث هو في صمراويها وجاب جاب ربي ناس اللي يدفعوا عليه ولكن مع ذلك ما نرضاش يا سعد بن سديرانا ما عندي حتى امر بيني وبينك شخصي ما عندي حتى حاجة بيني وبينك شخصي وكيموك تتقول انت يا وسمو في التسجيل تنتقد في الناس ولكن تتقاهوا مع ناس انا شخصيان ما عندي مشكلة معك ولا معيش معبود ولا مع وسمو مع ناس اخرين ما عندي مشكلة والله ما عندي مشكلة معك شخصيه لا انت ولا معيش معبود ولكن الطريقة اللي راك تحدث بها مايش قاضيه شخصيه واضح من انك انت لما تجبد بعض الامور هكذا واضح من انك راك تتابع في الناس يعني شغول ملفات وكتحدث فيها هاو الفلاش ديسك وهو ديسك دير وكذا عندك ملفات عن الناس تعبتزاز واشتراك حاكم السماوة ماك حاكم ولو حبيت انت ذوك مثلا انت تدير له درس تدير له درس اخلاقي فهمت راك واحد تتحدث لك في الشرف ولا تدير له درس اخلاقي انت اذا كان هو راك في ثلاثة انت راك في ثلاثة تسمى الكلام اللي جيت به بتاع واحد في طروا هذا مكان هذا هو الشي اللي انت جيت به دون كل الاخوة والاخوات هذه المسألة هذين تاع هشم عبود وهذه وسمه هذا بالنس ديره ماهيش قضية شخصية قضية عندها علاقة بالسرع اللي راهو دائر سوء ان سرع قديم والله سير انتع الان هما راهم حاكمين ملفات على بعضاهم هذو الناس اللي راهم كانوا هما ينتميوا لهذا العصب هذو عندهم ملفات والملفات الناس اللي عندهم منتع الجهاز المخابرات انت راهم عندك علاقة بالناس في الجهاز المخابرات وهو نفس الشي راهم عنده علاقة بالناس راهم يعرف طرطاق راهم يعرف هذا وسمه كولونين الفوزي وانت راك تعرف عبد القادر راك تعرف اللي كانوا معه وسمه صاحبك هذا اللي راهم معك ثم في في وسمه راح لي اسم انتعه كريم ولي راهم عندك علاقة بجماعة اللي كانوا مع كريم ولي هذا مكان عندكم ملفات على الناس انتع بتيجزاز انتع كذا وشعب اللي راه هو رايح ضحية تسمى من جيهة في كل كلام انتعك انتع يعني كل المدخلات انتعك انتع الغاشي الراشي وانتعك وقعد وش حبين حبين انتع حبين الشعب هو لما يشوف ذرك هذ الناس الخيرين هذ الناس المؤمنين هذ الناس الصادقين هذ الناس الشرفاء اللي راهم ذرك هما موجودين في الوطن هكذا وراهم ذرك هما مثلاً حابين التغيير لما يخرج واحد من هذا النوع لما يخرج وواحد يتحدث الجنرالات ووالله يتحدث كذا ومن بعد يلا يحرشونوا الواجماعة يوصلوا الوحتى اللي فراش انتعوا اسكوا ذرك هذ الناس هذ الناس هذ الراحين يخرجوا ما يخرجوش لانه هذ الناس فعلا يخافوا علي الشرف انتعهم ويخافوا علي ائلة انتعهم ما يخرجوش بالتالي هذ الساحة وشكون اللي راه هو رايح فيما بعد هو يملاها هذو هم اللي يملوا هذه الساحة هذا الناس اللي ما يستحيوش هذا الناس اللي هما ذو يتباعوا ويتشراوا هذا الناس اللي رهم ذركهما عندهم ولاءات الناس ورهم هما مكلفين بمهمة ورهم خدمين إذن الإخوة والأخوات أنا كنت أعرف كنت أعرف باللي هشام عبود والله العظيم يا هشام كنت أعرف كنت أعرف باللي النهاية انتعك رح تكون هكث وكنت أعرف باللي القضية قضية انتع وقت وكنت أعرف باللي اليد اللي في وقت من الأوقات كنت تسند فيها كنت أعرف باللي يجي نهار تعظك هكث تشوف هذا الشخص اللي شهدت له هكث تشوف فرا يسير به في المعلومات عليك وإلى غيرك هكشفت ركعرفه بدون منظر ندخلك في التفاصيل عليك وإلى غير كنت أعرف باللي يجي نهار يدور عليك ويصير يمد في المعلومات عليك وهذه راها غير فقط البداية كنت متأكد ومتيقن باللي راهم سجلك المكالمات عندي يقين وراه يجي نهار تعك هذه هي إذن هذه الإخوة هذه هي المسألة قضية تعبتزاز قضية تعشونطاج ما ينفعه فكما يقولوا ما يبقى في الواد غير حجاره أتمنى هو أن رأني أفدتكم بهذا التعليق إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر